بصبرها الطويل وحذرها المعهودين تتحرك الصين لتعزيز دورها وحضورها في الشرق الأوسط مستفيدة من أزمات المنطقة تارة ومن تراجع دور الولايات المتحدة خصمها ومنافسها التقليدي تارة أخرى وفي إطار طموحاتها لتعزيز الدور والمكانة دع وزير الخارجية الصيني وانجلي إلى تحرك دولي جماعي لتسوية الأزمة الراهنة في غزة تقوم على أساس حل الدولتين وتقود في نهاية المطاف لاستقرار المنطقة نقترح عقد مؤتمر دولي موسع وأكثر مصداقية ومحدد زمنيا لوضع خارطة طريق وجدول زمني لتنفيذ حل الدولتين وندعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق التعايش السلمي سنواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل استعادة السلام وإنقاذ الأرواح وفي السياق ذاته أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة دعم بلاده لعضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم وضع عراقيل أمام منح فلسطين العضوية التحرك الصيني نحو مزيدا من التقارب والتفاعل في الشرق الأوسط ظهر جليا في اختراق دبلوماسي كبير حققته قبل نحو عام فقد نجحت الوساطة الصينية في إنهاء الخصومة بين السعودية وإيران والتي مهدت لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة طويلة ويتناغم التحرك الصيني على الصحة العالمية مع روسيا في العديد من القضايا كما ظهر خلال أزمة أوكرانيا وتلتقي مصالح الدولتين عند هدف مشترك لإنهاء الهيمنة الأمريكية والغربية وإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب اشتركوا في القناة